لو أغلقت الأبواب في وجهك وأظلمت الدنيا وخنقتك الدموع وضاقت بك الأرض استحضر اسم الله الفتاح فهو وحده سبحانه قادر على فتح من غلق من أمرك ولو فتح لك باب رحمة لن تستطيع قوى الأرض مجتمعة على إغلاقه ما أغلق الله على عبد بابا بحكمته إلا فتح له باب رحمته أسأل الله أن يفتح لنا جميعا أبواب رحمته أسأل الله أن لا تفارق السعادة أعينكم ويلهمكم الذكر في صباحكم ومسائكم ويسعدكم في دنياكم وأخراكم ولا يترك لكم مطلبا إلا آتاكم ومن كل شر حماكم ومن كل هم عفاكم وغفر لكم ولوالديكم وبارك لكم في أعماركم والذرياتكم وبلغكم آمالكم وأصلح لكم أعمالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيكم عاملين إيه؟ يربي يكون الجميع بصحة وعافية وهنا اليوم عندي إيه؟ عندي ملفوف أو الكرومب مين ما بيحبش فينا الكرومب؟ طبعا كلنا بنحبه أكلة شتوية حلوة جدا هي في منها في الصيف وفي منها في الشتاء بس في الشتاء طبعا بتكون أحلى وكمان لو إحنا عملناها دسمة مش هيكون فيه تعب زي في الصيف في الصيف بنتعب جدا لو إحنا سبكنا شوية في الرز أحسن شيء بنعمله في الصيف إن هي ما تكونش مسبكة يعني الرز مع الطماطم مع الخضروات نخليها نيف ناي اليوم أنا عملها لكم إن شاء الله إن شاء الله تكون ضيت أهم حاجة في الضيت يعني إيه ضيت؟ أني أنت ما تكليش من الحاجة كتير يعني ما تحرميش نفسك من أي حاجة كلي من كل شيء الإنسان ما يقومش شبعان من العلأكل يعني المفروض كده هتاكلي منها وتاكلي من أي حاجة كمان محطوطة سواء النشويات، سكريات الواحد يكل منها باعتدال لو أكل منها باعتدال عمره ما وزنه هيزيد وخصوصا كمان لو تحرك شوية يعني لازم طول اليوم إحنا عارفين بنتحرك في البيت بنكنس وبنطبخ بنمسح لكن كمان خليلك مساء نص ساعة في اليوم إن انتي تمشيها ده طبعا حلو جدا للناس اللي عايزة تخفف من وزنها فاليوم أنا عمل لكم محشي كرومب أو محشي ملفوف بطريقة سهلة وبسيطة جدا إحنا عارفين في الشتاء بنكون مكسلين شوية في طريقة نية بنسلقها في المية الطريقة التقليدية أنا عملت الطريقة التانية اللي هي بنسلقه على البخار يعني بس نحطه في البخار ما نحطهش لمية ولا شيء وهسيب لكم لينك إن شاء الله هسيبها لكم في الديسكريبشن تحت المرة دي بقى مش هعمله لع البخار ولا هنسلقه في مية يعني طريقة حلوة جدا 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 وهتريحك إن شاء الله طريقة مريحة في العميل وفي الأكل كمان طيب هعملها إزاي أنا مش هسلقها ومش هعملها على البخار أنا حطها نية زي ما هي كده بس هقطع الجزء اللي من فوق وهوريكم إزاي نقطعه وإزاي نعملها إن شاء الله عندي إيه الطريقة بجيب الملفوفة بالشكل ده شايفين أنا جايبها صغنونة شوية طبعا أنتوا على حسب العدد اللي عندكم وعلى حسب أفراد الأسرة أنا بجيب الملفوفة وبقطعها من الشكل ده بقطعها من النص كده أروح أطعها وأطلع دي شايفينها هي دي اللي أنا بطلعها بس منها وأحاول بقى أوسع للأوراق الكورومبر اللي عندي دي بتحس إن هي لما أنت بتشتريها بتكون خفيفة مش الكورومبر اللي هي كابسة ببعضيها دي لا أنا بجيب اللي هي خفيفة وأوراقها كلها أول لما بحوش الراس دي منها بتتفتح لوحدها شوية بشوية هبدأ بقى بعد ما طلعت ده زي ما قلت لكم أنا مش هسلقها ولا هعملها على البخار هبدأ بس أفسحها شوية عن بعضيها كده أبعتها شوية الأوراق عن بعضيها علشان هحط بداخلها الرز هبدأ بقى بالمعلقة الرز طبعا يكون بارد شوية ما تحطوهش سخت يعني بتعمله الخلطة وبعدين تبدأه في الكورومبا بقى بحط الرز بالمعلقة زي ما أنتوا شايفين كده في الجوانب من هنا ومن هنا من كل جوانب الملفوفة شايفين بالشكل ده وبطلع الأوراق اللي أنا طلعتها من الملفوفة بروح أعملها إزاي بحطها تحت في الحلة لو أنت عندك صنية عندك حلة عندك أي شيء بتحطي إيه الحلة لها تعمليها بدون ما تحطي زيت فيه ناس بتحط زيت في أعر الحلة لا إحنا عايزين هضيت وعايزين ناكل الملفوف وإحنا متطمنين ما يأنبناش ضمرنا فمش هحط ولا زيت ولا أي شيء ممكن تحطي شرايح بصل ممكن تحطي شرايح طماطم جذر زي ما بتحبه أنا هحط بس شرايح الملفوف اللي أنا إيه الكرومبة قصدي يعني اللي أنا طلعتها منها الأوراق اللي بتكون خارجية دي بتكون خضرة شوية أو مش زي الملفوفة من جوة فهطلحها وهحطها في الأعر بالشكل ده كده وهعمل إيه بقى بس كده بس اللي أنا هعمله ده وهجيب الملفوفة وهحطها بقى فين في الحلة زي ما أنا حشيتها كده هحطها على نفس الوضع بشويش تشيل الكرومبة طبعا مش هيقع منها الرز ولا حاجة لإنها تحت مغلفة كلها ما جدش عند اللي تحت ولا عملت له أي حاجة بس هتخلوها زي ما هي ما يجيش فيها أي سكينة ولا حاجة وأحطها بقى في الحلة أهم حاجة إن الحلة تكون قد الملفوفة يعني ما تجيبيش حلة كبيرة خالص والملفوفة صغيرة فيها الرزة هينفش بس مش هينفش كتير لإني مش حطة رز كتير فهتحطيها بقى في حلة تكون محكمة يعني على قد الملفوفة بالضبط وأنزلها كده بحرص علشان الرز ما ينزلش مني هنا ولا هنا إن شاء الله مش هينزل لإن أنا لفها كويس جدا مش حطة فيها رز كتير يعني أهم خطوتين إن الحلة تكون على قد الملفوفة اللي هتحطيها فيها وكمان ما تحطيش رز كتير علشان ناكل الأوراق نستفيد من أوراق الملفوف لإني مفيد جدا الملفوف حارق للدهون وفي منه شربة إن شاء الله هعمل لكم الشربة قريب إن شاء الله لإني إحنا عارفين في الشتاء بنحب الشربات كلين وكده أنا زيتها هفضل زيتها لحد لما قلت لكم زي قد إيه قد نص الملفوفة شايفين هحط برضو من النص الرز اللي أنا حشيته هحط عليه المرأة من النص وهحط كمان من جوانب الحلة يعني كل الملفوفة تكون إيه سايتها بالمرأة اللي عندي المهم لحد لما توصل لنص الملفوفة شايفين كده وصلت في النص وديكم سمعين الصوت بتاعها المية تكون على نار عالية تكون بتغلي هغطيها بقى وأسيبها لمدة قد إيه يعني تقريبا ساعة لربع بتاخد بعد ما بتغلي كده معاكي بتسيبيها عشر دقايق تغلي بعدين بتوطي عليها أول لما توطي عليها خلاص بقى يحسيب لها نص ساعة ساعة لربع بتكون تشربت المرأة بتاعتها ويكون الرز استوى هسيبها وهرجع لكم إن شاء الله نشوف مع بعض شايفين قدي الملفوفة بالشكل ده شايفين شكلها الرز استوى وشربت خلاص المرأة بتاعتها كده خلاص بقى بسيبها بس تبرد شوية خمس دقايق عشر دقايق ونقلبها مع بعض قلبتها بالطريقة دي شايفين شكلها البخار طبعا طالع منها بجد الريحة لذيذة وخصوصا إن إحنا لا تعبنا لا سلقنا لا عملنا على البخار الملفوفة زي ما هي ما عملتش فيها حاجة زي ما هي بتريحي نفسي بتعمليها فصنية أو فحلة حتى لو جالك ضيوف تبقى شكلها شيء جدا في التقديم عاملة زي طرطة الملفوف كده بالضبط أنا سميها طرطة لذيذة لذيذة جدا جدا نقطعها بقى مع بعض ونشوف شكلها إيه بسم الله الرحمن الرحيم قطع بالسكينة اعمليها بقى زي الطرطة كده أو زي الكيك مسلسة هتدي شكل حلو جدا يعني ممكن تقطعيها على 8 على 12 على حسب أفراد الأسرة وعلى حسب حجم الملفوفة أنت جايبها زي أنا قطعها كبير شوية علشان يبان شكلها في التصوير لكن طبعا بقطع على حسب اللي بياخد معايا ممكن طفل صغير بياخد بس قطعة صغنونة لو كبير شوية أكبر فعلى حسب طبعا اللي انت بتقطعيها شايفين الجمال والحلاوة طبعا البخارة ديكو زي ما انتو شايفين بيطلع منها وبتطلع القطعة ازاي يعني شكلها في العزومات فعلا فعلا تجنن وخصوصا ان احنا متعبناش فيها وحطناها زي ما هي أهم حاجة عندي ان هي بتطلع زي ما هي كده من غير مسلوقها ولا غلب نفسي وبتطلع كمان شكلها شيك اتمنى ان هي تعجبكم يا رب وتعجبكم الفكرة ان شاء الله وتجربوها وتقولوا لي تعليقاتكم ان شاء الله باستنى التعليقات في الكومنتات باستنى تعليقاتكم حتى لو كانت لايك او ديس لايك بتقبل الرأي وبحبوكم في الله واتمنى طبعا ان انتو تجربوها ملفوفة لذيذة جدا الكرومب طبعا مغزي مفيد بس ما ناكلش اهم شيء منه كتير لو انت حشيها بالرز كتير ما تكلش نشويات كتير خلي الخضرة كتيرة تتري في الخضروات تتري في البصل الحاجات دي لما انكتر منها بتطلع حلوة جدا مفيدة ولذيذة وصحية ان شاء الله ان شاء الله هتعملوها هتدعو لي طعمها بجد لذيذ مش قادر اقولكم طعمها ايه زي لصوابع الملفوف طبعا صوابع الكرومب بتطلع لذيذة وشكلها كده شيك على الصفرة كمان دي بتطلع لذيذة بنكلها بشوكة بمعلقة بتطلع بجد تحفة يعني نفس الملفوف اللي احنا بنعمله صوابع بس بنغير في شكله يعني بس تدينا شكله لكن الطعم هو هو نفس الملفوف ونفس الصوابع هي هي بس دي بتريحنا وطبعا بتساعدنا ان احنا ما بنعملش غالبة كتير في المطبخ بحبوكم في الله واتمنى ان هي تعجبكم ان شاء الله وتجربوها وصيبولي تعليقاتكم في الكومنتات تحت اشوفكم في فيديو جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوش لايك واشتراك في القناة لو انتم مش مشتركين اشتركوا في القناة